أكد مصدر رفيع المستوى أن الوفود المشاركة بمحادثات قاهرة قد غادروا للتشاور في ذل استمرار بعض النقاط الخلافية لم يتم حسمها أوضح المصدر رفيع المستوى أن مصر جددت تحذيرها للمشاركين بالمفاوضات من خطرة تصعيد حال فشلت المفاوضات للأصول إلى اتفاق هدنة مشير إلى أن الوفد الأمني المصري يكثف جهوده لإيجاد صيغة توفقية حول بعض النقاط المختلف عليها وتقريب وجهة نظر الطرفين في ظل التطورات الأخيرة بغزة